أنتظر منكم جواب أنا مواطن وحايف أنتظر منكم جواب منزلي في كل شهر في كل ركن وكل بار وكتفي بصطري وصمتي وفروتي حفن الطورة منزلي في كل شهر في كل ركن وكل بار وكتفي بصطري وصمتي وفروتي حفن الطورة ما أخاف الفطر لكن كل خوف من الضابة ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف للغياب كم أخاف الفطر لكن كم أخاف الفطر لكن كم أخاف الفطر لكن كم أخاف الفطر لكن كم أخاف الفئة ووجد لي ما أقولتم عاصة ويا هداني كان مثلي مانيهن ومن حمام حوار معهم الكار مثلي ما يهنوا من همان أنتم أصحاب الفخامة والزعابة والرنال لنكون في يوم منكم يشهد الله الزمان أنا حلمي كلمة وحدة أني ضل عندي وطن لنكون في يوم منكم يشهد الله الزمان أنا حلمي كلمة وحدة أني ضل عندي وطن لا حروب لا خرام لا إرهاب لا فتن لا حروب لا خرام لا إرهاب أكبر لا حروب لا خرام لا إرهاب لا إرهاب خدوا المناصب والكراسب لا إرهاب لا إرهاب الوطن خدوا المناصب والكراسب لا إرهاب الوطن خدوا المناصب والمكاسب ربي خلونا الوطن خدوا المناصب والمكاسب ربي خلونا الوطن خدوا المناصب والمكاسب ربي خلونا الوطن خدوا المناصب والمكاسب خدوا المناصب والمكاسب ربي خلونا الوطن خدوا المناصب والمكاسب يا وطن وإنت حبيبي وإنت عزي وتجراسي أنت يا فخري المواطن والمناضب والسياسي يا وطن وإنت حبيبي وإنت عزي وتجراسي أنت يا فخري المواطن والمناضب والسياسي أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم بالكراسي مازال 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 مزدك ساير الجدام ومازال اسمك في العلاية عندي وما دام كميمة إنساء ورجال يرتاح بانك ما تخافي مذلة وما زال سومك يغلى وما زال سيتك في المحافل يعلى البلاد اللي فيها العيش يتيب ويحلى نحنينها هاماتنا بإجلال ونبوس أرض طرابها وشحلى تونس عزيزة وسياقنا تونس سبيطة على تونس يا بيطة اشتركوا في القناة